الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان قياس جودة الخدمة في قطاع الصحة والتعليم شارك فيها عدد من المتخصصين في هذا الشأن وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية تقييم ما هي الخدمات في المؤسسات الحكومية وفق منهج علمي ومعايير معتمدة عالميا قياس جودة الخدمة التي تقدمها القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والتعليم كان محور ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بمشاركة عدد من المهتمين في هذا المجال فكرة الاصلاح في القطاع العام تنطلق من النظر إلى كيفية اصلاح هذا القطاع بتنمية مستدامة القطاع الحكومي اليوم كونه هو المهيئ من الرئيسي على الاقتصاد يبقى بالتالي هو المدخل الأساسي للتنمية واصلاح القطاع الحكومي بالتالي هو الذي سوف في النهاية يؤدي إلى تغيير ثقافة المجتمع وإحنا أنا أعتقد كلمة ثقافة هذا هو المراد وإن كانت الثقافة صعب جدا تغييرها ولكن ليست مستحيلة واعتبرت رئيسة مجلس إدارة شركة سيرفس هيرو فاتن أبو غزالة أن الشركة تقوم بمؤشر سنوي لجودة الخدمة من قبل عملاء القطاع الخاص على المستوى الوطني عرضا لإمكانية استخدام المؤشر نفسه لتقييم القطاع العام تقييم جودة الخدمة بالقطاع الحكومي هذه طبعا فكرة جديدة على الكويت ومنتأمل من خلالها من خلال التقييم يصير فيه تحسن التقييم أساسه العملاء أو المستخدمين للخدمات نحصل على عينة كبيرة من الأصوات أو التقييم بمنهج علمي والهدف مثل ما قلنا يصير فيه دراسة واضحة للحكومة للارتقاء بجودة الخدمة يشار إلى أن الجمعية الاقتصادية الكويتية قدمت في الأوينة الأخيرة برنامج عمل حكومي لإصلاح القطاع العام في الكويت يشمل فرض مبادئ الحكم السليم على المؤسسات الحكومية واقتراح منهجية موضوعية وشففة لتنصيب القادة حسب الكفاءة